سيد غالب اليوم الحنانة بدت وكأنها ستقلب الطاولة على الجمود السياسي الحالي وأعطت انطباع بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة توافقية وليست حكومة أغلبية بعكس ما كان ينادي السيد الصدر ولكن قبل قليل السيد الصدر نشر تغريدة قال فيها لا شرقية لا غربية حكومة أغلبية وطنية وكأنه أيضا قلب الطاولة مرة أخرى على رؤوس الذين اجتمعوا في الحنانة اليوم كيف تفسر هذا الأمر؟ بتقديري سيد مقتصد الصدر كان يريد أن يفكر الحكومة مع جزء من الإطار بمثل السيد هذا العامري والقريبين منه يبدو الآن غيره باتجاه السيد نور المالكي وأنا بتقديري أن هذا الخيار هو أفضل للحكومة كون أن السيد المالك أيضا رجل قوي والسيد مقتصد الصدر أيضا رجل قوي بالعدد النواب اللي يمتلكونه وبالتالي يمكن أن تكون الأغلبية مريحة وأيضا تشكل حكومة سريعة بعيدا عن كل التجاذبات والاعتراضات واضح جدا اليوم التغريدة لا تفسير لها قبل يوم يتصل بالسيد المالكي وبعد يوم يعلم تغريدة بمعنى محور الحوار أو اتجاه الحوار تغير من الفتح إلى السيد نور المالكي وهذا الأمر أيضا مدعوم من البارتي والسيادة بلحاظ أن السيد الخنجر والحلبوسي كانوا معا وسيد هذا العامري كانوا معا وأعتقد هناك ربما توارد إلى أسماءنا خلافات داخل الإطار بشأن الوزارات التي يحصل عليها تعرف أن الفتح السيد البدر إذا حددنا الأسماء لا تمتلك من النواب لتحصل على منصب وزير ولا السيد العبادي ولا حتى السيد الفياض وبالتالي فإن هذا الحراك الداخلي داخل الإطار ورغبة السيد بأن تشكل حكومة مع وجود طبعا رغبة داخلية محلية وربما حتى ضغوط خارجية تؤشر إلى أن البوصلة باتجاه سيد نور المالكي وباتفاقه مع السيد الصدر